تجدد المواجهات غربية تعز والجيش يحقق تقدماً ميدانياً شرقياً المدينة تواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية الجنوبية مأرب ميليشيا الانتقالي تواصل حملة اختطافات مناطقية للعمال في عدن اهلا بكم والبداية من تعز حيث تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الارهابية اليوم الثلاثاء في الجبهة الغربية لمدينة تعز وقد قال مصدراً عسكري اليمن شباب إن المواجهات تجددت تجاه وادي حذران والصياحي ومحيط جبل هان غربية المدينة وكانت قوات الجيش قد أحبطت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية فجر اليوم في محيط معسكر الدفاع الجوي شمالية غرب المدينة هذا وأعلنت قوات الجيش الوطني تنفيذ عملية التفاف ناجحة على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية الارهابية مساء ثلاثاء شرقية تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن وحدات من الجيش تمكنت من الالتفاف على مواقع الميليشيا وتحرير عدد من المباني الحاكمة والمسيطرة على خطوط إمدادها وتحركاتها في وادي صالة المركز أشار إلى مصرع خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية وإصابة الست آخرون خلال العملية إلى ذلك تجددت المعارك العنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثية الإرهابية من جهة أخرى في الأطراف الجنوبية لمأرب ووفقا لمصادر ميدانية ليمن شباه فإن قوات الجيش والمقاومة أفشلت هجمات للميليشيا الحوثية في جبهة علفة وأوقعت عددا من العناصر المهاجمة ما بين قتيل وجريح وتخوض قوات الجيش والمقاومة الشعبية مواجهات ضارية منذ عدة أشهر مع عناصر الميليشيا الحوثية التي حاولت إحراز تقدم ميداني غير أن كل محاولاتها باءت بالفشل وخسرت المئات من قاداتها وعناصرها تواصل الميليشيا الحوثية السلالية جرائمها بحق اليمنيين في مأرب وذلك بصواريخها الباليستية مستهدفة أحياء سكنية مكتظة بالنازحين الهاربين من بطشها موقعة ضحايا مدنيين جلهم من الأطفال والنساء بين الحين والآخر ترسل ميليشيات الحوثي صواريخها الباليستية على محافظة مأرب والنتيجة كالعادة ضحايا مدنيون جلهم من النساء والأطفال الطفلة عاصمة محمد ذات الرابعة عشر عاما إحدى ضحيات الاستهداف السلوخي الحوثي على مدينة مأرب وتتلقى العلاج حاليا في مستشفى الهيئة العام تروي لقناة يمن شباب اللحظات العصيبة لها ولأسرتها احنا كنا في البيت وكنا بنت غدى ماذا احنا دارين بأطرق صواريخ طرحا فينا خرجونا اللا بين التراب ووقع للبنت من قطعة رأسها والوليد وأنا فيني شضايا وبنزف داخلي يعني قلبي وفي رجالي وفي راسي وبيداتي وهذان الطفلان من ضحايا ثلاثة صواريخ حوثية استهدفت بها حية سكرية في مطيقة الروضة شمال المدينة عصر الأحد الماضي جاء يتفقدان مسرح الجريمة في اليوم التالي بعد أن خرج من أحد مشافي المدينة كنت أنا وصاحبي نظف المكيف بعدها جاءت الضربة جاءتني أنا شضية أنا لمكسرة الأضن وصاحبي جاءت شضية في صباح وبعدها سرنا من خلف البيت لها عند الدكان وجاءت الضربة الثانية حصيلة القصف الحوثي على حي الروضة خمس وثلاثون ضحية بين قتل وجريح منهم طفلان شقيقان قتل وأربعة أطفال آخرون جرحا بالإضافة لأربع نساء كما تهدمت أربعة منازل بشكل كلي وثمانية منازل تضررت بشكل جزئي إلى جانب تدمير ثماني سيارات تابعة للمواطنين تستمر ميليشيا الحوثي المتعطشة لدماء اليمنيين باستهداف الأحياء السكنية في مأرب بشكل متكرر كلما أخفقت في جبهات القتال في ظل صمت عالمي عجيب ويتسأله الشارع اليمني ما الذي تريده الميليشيات من دماء الأبرياء وكم يكفيها من تلك الدماء هذه شواهد على جرائم الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين جرائم لا تمحوها الذاكرة وغير قبيلة للنسيان جرائم لا تقبل إلى القصاص من قادة الجماعة المجرمة التي أوغلت كثيرا في الدم اليمني بلا وازع ولا رادع سعد القاعد يمن شباب مأرب أصيبت إمرأة حامل جراء انفجار لغم من مخلفات ما زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية شرقية مدينة الحديدة بعد ساعات من إصابة مواطن برصاص الحوثيين في التحيط الجنوبية المدينة وذكرت مصادر محلية أن المواطنة محمد جلاجل تعرضت لإصابة خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الميليشيا في منطقة المسنة وقد أدى إلى بتر قدميها وإصابتها بجروح خطيرة وقالت المصادر أن جلاجل تلقت الإسعافات الأولية وجرى تحويلها إلى مستشفى الخوخة الميداني للاستكمال التلقي العلاج وذلك نظرا لخطورة إصابتها في شأن آخر حيث وصلت ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا حملة اختطافات واسعة طالت عددا من العمال من أبناء مدينة تعز في عدن وذلك بدوافع مناطقية منظمة وطبقا لمصادر محلية فإن حملة الميليشيا استهدفت العاملين في المطاعم ومالكية البسطات في أسواق كريتر ممن ينتمون لمحافظة تعز تم اقتيادهم إلى سجون سرية بتهمة مشاركتهم مع القيادية السابق بالانتقالي إمام النوبي في المواجهات التي شهدتها المديرية مطلع الأسبوع الماضي اعتبر مراقبون أن حملة الاختطافات التي جاءت بدوافع مناطقية محاولة بائسة للتغطية على فشل ميليشيا الانتقالي من خلفها الإمارات في إدارة الوضع الأمني في عدن وكذا صرف الأنظار عن الخلافات والصراعات العميقة بين فصائلها المتناحرة دعت منظمة سام للحقوق والحريات لفتح تحقيق عاجل وحيادي في حادثة وفاة الشيخ عبدالقادر الشيباني بعدما تم اعتقاله تعسفا وإخفائه قسرا على يد أفراد يتبعون ميليشيا الانتقالي وتم نقله إلى دولة الإمارات وهو في حالة موت سرري كشفت المنظمة أن الشيباني ظل يتنقل بين سجون الانتقالي لمدة ثلاثة أشهر حتى تدهورت حالته الصحية حيث كان يعاني من السرطان كما أدى التحقيق والتعذيب إلى إدخاله في غيبوبة تامة نتج عنها توقف ظائف الكلا والكبد إضافة إلى إصابته بالسرطان الأمر الذي أدخله في حالة وفاة سريرية واضطرت بعدها أبو ظبي لنقل الشيباني إلى الإمارات لرعايته إلى أن تم إعادته اليمن في أوصص الماضي بعد نفاذ كل المحاولات الطبية أفادت مصادر محلية بعودة خدمة الإنترنت الأرضية اليوم الأربعاء بعد انقطاعه لساعات في أربع محافظات شرقية البلاد المصادر قالت ليمن شباب أن خدمة الإنترنت عادت إلى محافظات حضرموت وشبو والجوف ومأرب صباح اليوم بعد إصلاح قطع كابل تعرض للقطع في المهرة وكان مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات بمأرب أفاد بتوقف خدمة الإنترنت الأرضي في المحافظات الأربع جراء انقطاع في كابل الألياف الضوئية بين منطقتين سيحوت وقشن بالمهرة قال مركز الأرصاد الجوية اليمنية أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر ست محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة بسبب إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان وأكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر أنه بعد تلاشئ إعصار شاهين على الأراضي العمانية يتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية للمهرة وحضر موت وشبوة وأبيا والبيضاء والضالع والسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبا حتى صعد شمالا كما توقعه طول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المهرة وحضر موت ثم شبوة ومأرب والجوف رياضيا أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين بقيادة المدرب الوطني قيس صالح أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في منافسات غرب آسيا تحت سن السبعة عشر عام والتي من المقرر أن تنطلق في الرابع عشر من أكتوبر بالسعودية وكثف منتخبنا الصغير استعداده في معسكره الداخلي بسيئون من خلال إقامة العديد من المباريات مع الفرق المشاركة في الدورية العام وأندية وادي حضر موت أقرت اللجنة العليا للمسابقات في اتحاد الكرة جدول مباريات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الأولى لهذا الموسم والذي تستضيف منافساته مدينتي سيئون وشبوة ووفقا لجدول المباريات فستنطلق مرحلة الإياب في الرابع عشر من أكتوبر الجاري بمباراة تجمع شعب إبواصقر تاعز على الملعب الأولمبي بسيئون فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية بلقاء شعب حضر موت مع فريق شباب الجيل يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري وبحسب الجدول فإن المجموعة الأولى التي خاضت مباريات الذهاب في سيئون ستنتقل إلى شبوة لخوض مباريات الإياب وعلى العكس للمجموعة الثانية التي ستنتقل إلى سيئون لخوض مباريات الإيابي أيضا نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها تجدد المواجهة الغربية تعز والجيش يحقق تقدم ميدانيا شرقيا المدينة تواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية جنوبية مأرب ميليشيا الانتقالي تواصل حملة اختطاف مناطقية للعمال في عدن ختاما في أمان الله شكرا